امانة قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكون حبيبي روحي وزادي امانة بلغو اني احب حب معادي متيم فيه فوق الحاد وقلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله سادتي حياكم الله أحبتي في برنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا باب لنا نتشفع به في ذلك اليوم عندما يجمعنا الله بالنبي المصطفى كيف لا ونحن وإياكم نتذاكر أشرف سيرة أشرف سيرة التي يصلح الله بها السريرة السريرة تصلح عندما تدخل السيرة إلى ذلك القلب فتطهره إن سيرة أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن الآن نتكلم في علم الشمائل والبرنامج يتكلم عن علوم السيرة ونحن وإياكم الآن واصلين إلى علم الشمائل وبإذن الله سوف نتكلم في علم الشمائل عن الأوصاف الخلقية والخلقية وعن هده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان ينام كيف كان يأكل هذا الهدئ اللي إحنا نحتاجين محتاجين أن نتعلم ونعلم لأولادنا وبناتنا ما هو كيف الاقتداء وكيف الاهتداء وكيف التتبع وكيف الاتباع للنبي المصطفى إن لم يكن لنا قدم على قدم النبي المصطفى وهذا يكون بالمعرفة بدايتها علم علم فمعرفة فمحبة فدخول في تلك الزمرة الطاهرة في تلك البوابة الفاخرة حشرنا الله وإياكم سادتي في زمرة النبي المصطفى وجعلنا من أقرب الخلق إليه قلوا من قلوبكم آمين اللهم آمين يا رب العالمين ما زلنا نتكلم في الحديث التي تشرح أوصاف النبي المصطفى وقلنا أنها كثيرة ويعني كل صحابي يتفرد بشيء عن الآخر فمن الأشياء حقيقة الجميلة التي رويت وذكرت ما ذكره سيدنا علي في وصفه للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأوصاف في الحديث الطويل التي فيها شيء من الطول أم معبد ثم بعد ذلك قلنا أنه يعتبر من أعظم وأهم لحديث في شمال النبي المصطفى حديث هند بن أبي هالا من هذا هند بن أبي هالا هذا خال الحسن والحسين أخو سيدتنا فاطمة من أمها لأن سيدتنا خديجة كانت متزوجة أبو هالا قبل ما تتزوج رسول الله فأنجبت هالا فهالا ربيب النبي وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبي فترة من الزمن ولذلك هو يعرف أصاف النبي بدقة وفقد كله وربي أعطاه من البلاغة وقوة المنطق وجماله ما جعله يكون رجل والصاف مبدع في الوصف نصل بإذن الله إلى ما قالوا هند لكن ذكرنا على عجالة ما ذكره سيدنا علي الجميل في حديث سيدنا علي عندما ذكر كيف كان طول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربع من القوم وأنه ليس بالمطهم ولا بالمكلثم طبعا المطهم هو السمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سمين أنه سوف يأتي في أوصافه أنه كان سواء الصدر والبطن بطنه صدره في مستوى واحد هذا شدة الجمال والكمال ليست بطنه غائرة إلى الداخل فيكون فيه النحل والضعف الشديد وليس بادنا في البطن خارج عن مكانه بل كان مستوى الصدري والبطن حياتي ذلك كله معنا المهم أتى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أتى حتى بأوصاف قدميه وكفيه ثم بعد ذلك ختم كلامه بإيش سيدنا علي هذا عندما يقولون أبلغ العرب سيدنا علي بن نبي طالب صدقه أفصح العرب بعد النبي المصطفى سيدنا علي بن نبي طالب صدقه ماذا يقول ختم حديثه بإيش قال من رأاه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه كلهم يختم حديثهم بالعبارات يعني كل واحد يتكلم لوحده سيدتنا أم عبد ماذا تقول أجملهم وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب الله 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 عليك يا أم عبد من بعيد شف الجمال البهى ومن القرب وتشوف الحل والحسن ما هو يحس هما بعدما يقولوا كل الأوصاف هذه أنه هما مش قادرين يعبروا عن حقيقة النبي المصطفى يحسوا أنه مهما عبروا عن أوصافه ما وفوه حقه والله ما حد وفاه حقه ماذا تستطيع أن تقول في حبيبي رسول الله ولذلك أنا أعتبر من أجمل الأبيات التي تنقص هذا المعنى قول القائل وعلى تفنني وعلى تفنني واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف والله لو العلماء جلسوا من اليوم يلين تقوم الساعة يبغوا يعني يتفنن في وصف هذا الحبيب لن يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة الوصف للنبي المصطفى وعلى تفنني واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه طيب هذا حديث سيدنا علي نأتي نمر مرور سريع على حديث أم معبد شوفوا بس أنا لم أمر على هذه الأحديث ثم بعد ذلك أشرح لكم بإذن الله سبحانه وتعالى الأوصاف تفصيلا حتى تروا جمالة الألفاظ في وصف سيد هذه الأمة وإمامة حبيبكم محمد بعد ما جرى وأخبرت أبو معبد عما حصل من مجيء النبي الرجل المبارك كان تسمي رجل مبارك لسه ما تعرف أنه رسول الله ومجي صاحبه صاحبه معه اللي سيدنا أبو بكر صديق وعبد الله بن وريقت لأنه عبد الله بن وريقت لم يذكر عنه أنه أسلم أم لم يسلم وفي ذلك الوقت لم يكن على الإسلام فتذكر الغصة قال لها بعد ذلك صفي لي هذا الرجل لأنه كان في مكة وسمع أنه في نبي ظهر فقال لصفي لي هذا الرجل اللي أخذ الشال هزيلة ومسع على ضرعة فأصبح تتفجر من اللبن إيش إيش نسمة المباركة هذه قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاعة الله أنت لما تشوف هذا الرجل يا أبو معبد النور كله يخرج من وجهه ما بيقول سيدنا أبو هريرة وكأن الشمس تجري في وجهه وجه من وجه حبيبكم محمد حط لما تحط كذا جيب كذا الصحن كذا من فضة صافي وحركوا كذا مع الشمس وشوف كيف نور الشمس يتلال في ذلك الصحن الصحابة كانوا يشوفون النور هكذا يتلال في وجهه رسول الله عروة وهو لسه ما أسلم لما رجع لقوم وقال لا تقاتلوهم فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمد أنا في حياتي ما شفت أحد يحب أحد مثل حب الصحابة لمحمد لا تقاتلوهم ارضوا بالصلحة شاف عجايب كيف ما يحبون النبي وهم في كل شيء في خلقه وفي خلقه آسر لهم مو بس هو أخلاق النبي تأسر تعامل النبي يأسر العقل والقلب والروح والبدن هذا أمر طبيعي لكن حتى سبحان الله حتى خلقته حتى خلقة تأسر الإنسان وجهه والضاء وجهه كل نور إذا كشف عن صدره الصدر نور إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه أي من بين أسنانه لأنه كان أفلج الأسنان الفلج هو الذي يعني الفراغ الذي يكون ما بين الأسنان كيف الإنسان كم يفتتن ويتأثر بالجمال لكن ميزة جمال النبي أنك ما تفتتن به سيدنا يوسف افتتنت النساء بجماله النبي موزج جماله بجلاله لذلك قالوا من رأاه بديهة هابا في ناس في ناس كده عليهم هيبة عشان كده أول وصف سيأتي معنا في وصف هند بن أبيهالة كان رسول الله فخما مفخما إيش يعني فخما مفخما يعني عظيما معظما عظيم في نفسه معظما في قلوب الناس كله مش بس أصحابه لأنه هنا قالت من رأاه بديهة حتى الأعراب يجي يرى النبي تعلو هيبة لا شعورية يجلس بين يديه كأنه كأنه على رأسه الطير مع شدة الجمال لكن كسي بالجلال فمن رأاه بديهة تنهابه ومن خالطه معرفة أحبه أنت لما تشوفه تهابه لما تحتك بالنبي وتخالطه تجد أطيب إنسان وأعطف إنسان وأرحم إنسان وأحن إنسان وأجمل إنسان تشوفه هيبة تخالطه تموت في حبه اللهم صلي عليك أحبي رسول الله رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل بحة بحة كذا حلوة في صوت النبي صلى الله عليه وعلي وبياضه كأنه جيد الدمية في صفاء في الضحاج بعدين معنا في أوصاف النبي المصطفى في لحيته كثافة أزج أقرن وهذه عجيب سبحان الله مسألة حواجب النبي مسألة ربما عند الباع أو بعضية العلماء جلسوا يفصلوا فيها لأنه في حديث جاء أنه أزج الحواجب أقرن مقرن الحاجبين وفي أحاديث لا أنه ما في بينهم صوابغ من غير قرن طيب في قرن قالوا ما في قرن طيب كيف نجمع ما بين ودخلوا وفصلوا وإن شاء الله حنوصلها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن إيش الاهتمامات لأدق التفاصيل يا جماع إنه محمد أنا بغاك تزيل أي إشكال يدخل في داخلك أنه ليش بيتهتم بالتفاصيل يا سيدي ما خلق الله مثل رسول الله ما أحب الله مثل رسول الله كيف ما نهتم بتفاصيل التفاصيل وما الذي يعني لنا يعني لك أنك تتعرف على حبيبك طبيعة الفطرة تحب الجمال طبيعة الإنسان يحب صاحب الأفضال كل ما يعني أقول لك كل مجموع في حبيبي محمد ومع ذلك كله أريد أن أركز على نقطة مهمة هل هذا يفتح باب غلوء أو تغالي حاشة وكله لأن أعظم ما شرف بها النبي كونه عبد الله وأهل الحب الصادق يعرفون أن أعظم ما يمدح به رسول الله أنه عبد الله ورسوله ويدركون معنا حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم كيف أطرت النصارى عيسى بن مريم قالت إنه ابن الله قالت أنه هو الله قالت أنه ثالث ثلاثا لا قمة افتخارا أنه عبد لله وأنه هو رسول الله وأنه هو حبيب الله فالحمد لله ما تخترت هذه الأمور على أمة النبي المصطفى ولا على علمائها ولا على المحبين للرسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا نحبه لأن الله أحبه نحن نحبه لأنه صاحب العبودية الكاملة نحن نحبه لأنه رسول الله فحبنا له من حبنا لله فكيف هذا الحب يخرجنا عن الحد أو يخرجنا عن السنة هذا الحب بل هو دعا قال لا يؤمن أحدكم ما هيكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين ما يكتمل حبك حتى يكون حب الله ورسوله أحب إليك مما سواهما سوا ما يعني كل شيء فاللي دعاك إلى هذا الحب هو الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا ب يعني أم معبد تستمر في الأوصاف تقول إن صمت عطت أبو معبد شوقته إلى إلى الجمال الخلقي بس قالت له ترى حتى يا حلي هذا الرجل مبارك لما معناه شافته لحظات بس أسرها أسر عقلها قلبها لبها روحها صمت عجيب كلام عجيب حكي عجيب تسامة عجيبة نظرة عجيبة قالت إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء صمت وقار وكلام بها فما أحلى رسول الله صلى الله عليه وعليه أهلي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كلام معتدل لا القليل المخل ولا الطويل الممل كلام منذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدن كذا من شدة جمالها وتسلسلها ثم بعد ذلك ذكرت أن غصن بين غصنين ثلاثة لأنه كانوا ثلاثة إلا أنه هو أجملهم وأحلام من الأوصاف العجيبة في رسول الله صلى الله عليه وعليه وعلى آله وصحبه وسلم اللي ذكروها عنه مع أنه النبي معتدل الخلق طبعا هو معتدل خلقه في كل شيء معتدل الطول إلى الطول يعني أميل يميل أكثر مع ذلك ربما يسير بجواره ناس أو صحابة أو خلق أطول منه لكن كان يرى هو أطولهم هذه من المعجزات ومن الخصائص التي خص الله بها رسولهم ما يمشي أحد أطول من النبي إلا ترى النبي أطول منه وإذا جلسوا في مجلس وإذا جلسوا في مجلس فترى النبي صلى الله عليه وسلم أعلىهم كتفة وقد يكون من حيث القياس الحسي أن هذا الصحابي أو ذلك الرجل أعلى من رسول الله لكن لما يجتمع في مجلس واحد تجد أن رسول الله أعلىهم كتفة كيف ذلك فضل الله تبغى تجد تحسبها بالحسابات حقك هذه بالسامة حتتعب تبغى تسلم لأمر الله وأن الله على كل شيء قدير ترتاح وقلبك يزداد إيمان ويزداد نور هذا مو كلام مثلا هذا كلام صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يشوفون الشيء هذا في النبي النبي أحواله كلها عجيبة لكن كيف تأخذها تأخذ هذه العجايب وتجعلها في قلبك وتسقي هذه البذور بالحب حتى يرتسم عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون لذلك الوصف المكان القلبي القوي فتحرص على تتبع خلقه وخلقه أنه جماعة ما يصعي والله أنا أكتفي بس فقط بأخلاقه أنا أكتفي بس بأوصافه لا الشمائل وذلك ما معمر أحد في كتاب من كتاب الشمائل تكلم عن جزء وترك الجزء الآخر كلها مربوطة ببعضها وأصلا حسنه تأملك في هذا الكمال الإنساني الخلقي يعينك 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 على تفهم أخلاقه على تدبر أخلاقه على الاستمساك بأخلاقه على معرفة كثير من أمور السير عندما تسمع بعض القصص تسمع في أوصافه وفي شمائله وفي قوةه القوة العجيبة فلما تعرف أوصافه الخلقية تستطيع أن تربط بها بين مظاهر القوة وحقائق القوة التي عند النبي صلى الله عليه وعلا وصحبه وسلم فأوصاف الخلقية معينة على فهم السيرة معينة على فهم الأخلاق معينة على فهم المواقف نعم هذه أوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وعلا أهل وصحبه وسلم ما زلنا وإياكم في الحديث عن أوصاف النبي وصلنا إلى حديث هند بن أبي هالا وكان الرجلا والصافا سيدنا حسن يقول وأنا كنت أشتهي أن يصف لي منها شيئا ليه 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 يا سيدنا الحسن قل لي بس ليش تشتهي وليسمعوني الآن وليتابعوني الآن خلونا نفتش ماذا يشتهي أولادنا ما أولادنا سيبوكم من أولادنا سيبوكم من بناتنا أنا وأنت وأنت خلونا نكون صادقين إيش نشتهي إحنا الله يصلح حالي أنا أولكم الله يصلح مجتهياتنا الله يصلح مبتغياتنا لو تعلمنا أن نشتهي التعرف على النبي لساعدنا الدنيا وآخرة لو أدركنا معنى أن نشتهي ما يعلقنا برسول الله لساعدنا الدنيا وآخرة هو الاجتهاد ما جاء عنده من فراغ هو الحديث مروي بسنة حسن رواه ترمدي هذا الحديث ما جاء من فراغ هو يقول أنا أشتهي أنا أسمع عصاف النبي ليه يقول حتى أتعلق به نعم أنت يعني أنت مش هو يتعلق لا لا أنا ذايد في حب النبي بس ما إيش يمنعني أذوب زيادة وزيادة هو بيقول وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيء أنا أتعلق به والله لو قبلت رأسك ويدك وقدمك يا سيدنا الحسن على أن فتحت هذا الباب وهذا العلم وعرفتنا على هذه الأوصاف لكان قلم لما وفيت حق حقك جزاك الله عني يا سيدنا الحسن من علي بن أبي طالب جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء كان سيدنا الحسن لما يسمع حديث الجذع يصيح يقول عجبته لجذع يحن إلى رسول الله وقلوب لا تعرف معنا الشوق لرسول الله يقول أنا محتار كيف تمر على الناس أوقات وقلوبهم ما تشتاق للنبي وهم يسمعون حديث الجذع وكيف كان يئن ويون ويصيح شوقا لرسول الله من الأحن بالشوق من الأحن بالحب من الأحن بالتعلق ودائما برجع أكيد لأن البعض يفهم فيهم خاطئ نتعلق بالنبي نتعلق برسول الله خلقا وخلقا نتعلق برسول الله ما هو حنجلسين بس نجلسين بنقول أوصافه بنكتب أوصافه لا إحنا الآن في حلقة نسرد فيها سيرة حنفرد حلقات كثيرة لأخلاق النبي المصطفى بس عندما تكتمل للسامع أوصافه وأخلاقه تكتمل المحبة في قلبه ولذلك عيش معي اللحظة ولا تجعل الشيطان في عقلك مدخل تأمل معي في أوصاف النبي المصطفى عيش وذق حلاوة أوصاف النبي المصطفى ذلك الجمال الخلقي الكامل ما خلق الله أحدا في جماله مثل ما خلق النبي محمد لا يوجد منذ قبل ولن يوجد حتى تقوم الساعة على الإطلاق أحد أجمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم من شدة جماله تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ظهر فيه من الشيب إلا قرابة أحد روايات عشرة واحد روايات اتنى عشر واحد روايات سبعة عشر وأوسر رواية قالت أنه دون العشرين كانت في العنفقة ونحو الصدغين يعني في المناطق هذه كان في شيء من الشيب وحول العنفقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال بعض أهل العلم وذكر هذا مؤلف كتاب منتهى السول على وسائل الوصول لشماء الرسول فهو ذكر عدد كذا واحد من أهل العلم قالوا لأن النساء شوفوا الملحظة العجيب هذا لأن النساء يكرهن الشيب النساء يحب زوجهم يحب يكون شباب فالنساء يكرهن الشيب فقالوا لعل الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشيب في رسول الله حتى لا يكرهن النساء شيئا في رسول الله الله إيش الملحظة العجيب هذا إنه لما يسمعوا النساء ويسمعوا الرجال ويسمعوا الخلق كلهم الأوصاف كل شيئا في رسول الله يعجبهم وهو كان صلى الله عليه وسلم جميل طبعا وخلقا وكذلك حريص على أسباب الجمال كيف النبي تعرف أنه ما كان يسافر مكان إلا ويأخذ معاه المشط والمرأة هل يسمونها الميمات دائما يحملها النبي في سفره المشط والمرأة والمكحلة والمدرة إيش المدرة عود من حديد أو من خشب كان يفرق به شعره رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه سلم فهو مع جماله كان كذلك يهتم بترجيل شعره كذلك النبي المصطفى مع أنه عرق كل طيب والحديد في صحيح مسلم وتأخذ أم سليم وتجمع عرق النبي فتضعه في طيبه عشان يكون أطيب الطيب وفي رواية نرجو بركته لصبياننا فهي تقول هو يكون عشان يكون أطيب الطيب ومع ذلك كان يقول حبه إليه من دنياكم الطيب والنساء فهو كل طيب ما هو الشيء بالشيء يذكر والشيء يحب ما يناسبه لأنه كل طيب يحب الطيب صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون وعند الطيب يذكر أحمد لأن الشيء بالشيء يذكر ما زلنا في بداية الحديث عن أوصاف النبي والوقت شارف على الانتحاء لكن خلونا بس كده نبدأ بس بالمبدأ وإن شاء الله بإذن الله لسبوع القادم نفصلها تفصيل نبدأ بإذن الله مباشرة في الكلام عن أوصاف النبي المصطفى من أعلى الرأس شعر النبي المصطفى وصفوا لنا إيش كان بالضبط إيش كان شعر العرب وإيش كان شعر العجم وكيف كان شعر النبي ومتى كان النبي يسدل شعره أي ينزلوا على جميعه ومتى كان يفرقوا ويجعلوا فرقتين كيف شعر النبي كان واصل إلى شعرة ذنيه أو إلى زيادة أو كان مرمي على المنكبين طيب وهل من أطال شعره يدخل في أنه مستنب سنة النبي أم لا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نحن ندخل في التفاصيل هذه الجميلة كلها لأن الوقت والله ما واسعنا الآن وما نريد يعني أن نسرع في وصف من لو أمضينا العمر كله ونحن نتأمل فيه لكان ذلك شيء عظيم وشيء جميل في حياتنا الله يملأ قلوبنا وقلوبكم حبي جماعة هذا هو المرجو يكفي أن نبدأ الحديث بقول هند من أبيها لأنه رجل وصاف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يعني عظيما معظما يتلألأ وجهه تلألأ القمر في ليلة البدر ليش دائما نصفون القمر ليلة البدر لأنه أحلى وأجمل ما يكون قبر في ليلة البدر لأنه مكتمل ليلة خمسة عشر تشوفوا كيف القمر أو الشمس يتلألأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلألأ وجهه مثل ذلك بعد ذلك بدأ يقول أطول من المربوع وأقصر من المشذب يش عن المشذب المشذب الشديد الطول مع النحافة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان بالقصير ولا بالشديد الطول كان مربوع القامة إلى الطول أميل ثم ثم نواصل الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة الخلاصة من هذا الكلام أن التعرف على سيد الأنام باب من أباب محبته باب من أباب الارتباط به ونريد أن ندخل من هذا العلم من علم الأوصاف إلى علم الأخلاق ونحرص نحن وإياكم أولادنا وبناتنا على تتبع الهدي والسنن والسنن والهدي والنهج حتى نكون من أقرب الخلق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا حسن الله خلقنا وأخلاقنا اللهم آمين يا رب العالمين وفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه نلتقي على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانة قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد القناة حبيبي روحي يزادي أمانة بلغو أني أحب حب معادي اشتركوا في القناة